قبل ما نبدأ المسم ده المسم اللي فات ظهر فوقه. ادخل شوفه عشان تفهم القصة كاملة. واغبط لايكك الجميل واستمتع بالاحداث الجامدة دي. بيبدأ المسم بعد ما بدأ يكون جيش قوي للهجوم على بس المشكلة ان لجين عنده رجالة بتاكل الظلط ومعهم اسلحة اكتر. وبالتالي لازم يحط خطة زكية عشان يتغلب عليه. واول حاجة عملها قتل الحراس بتاع اللي كان موزعهم في الاماكن اللي بتوصل للمقر بتاعه. بعد كده بعت داني للمكان اللي اخد منه ديناميت المسم اللي فات. ولغموا عربية ديناميت وفجروها في نفس المكان. وبالتالي لجين فيهم ان في قطاع زومبي جاي عليهم. فبعت ناس يقتلوا الزومبي وده اللي ريك عايزه. المفاجأة بقى انه مجهز لهم كمين ابن حلال واول ما وصلوا عنده كلهم ماتوا. والزومبي لما سمع الانفجار لما اهل البلد رجع ناحية الصوت. وهنا داني بينفز بقى الخطة ويفجر اماكن معينة وبيعمل كده علشان الزومبي يتجه لمقر على طول. طب فين ريك بقى من كل ده? بنكتشف انواخد رجالة في عربيات مصفحة ومتجه لمقر لجين. وبعد شوية بيوصل بالسلامة وبيضرب طلقتين عشان يعمل خيلة في المنطقة. لجين طلع وقال له ايه ده ايه ده ايه ده? ده انت قلبك جمد وجاي برجلك كمان. حلو اقوي الكلام ده. ولا جاكي. تعال اتصرف انت لان اسلوبه وحش وبيزعلهم. وبيكون جاكي قائد هيل طوب موجود? فبيقول للناس اللي جايين من هيل طوب تمشي من هنا حالا? وإلا مش هيدخلوا المدينة تاني. لكن محدش سمع كلامه. سايمن قال له قلت الكلمتين اللي عندك. يلا انطور بقى. المهم لجين قال لريك خدهم وامشي من هنا بدل ما تندم. ريك قال له خدهم وامشي. هاهاي. طب هعد لحد خمسة. ولو فضلت مكانك هقتلك. واحد. اتنين خمسة. وبدأت المدعكة. وفضل ريك ورجالته يضربوا على المبنى طلقات عشوائية. لكن مفيش ثواني ريك والشباب خدوا بعضهم وخلعوا من المكان. وده لان الزومبي وصل بالسلامة. جابريال الله يبركله ما كانش عايز يمشي وحاول ينقص جاكي. لكن جاكي الخي يندحك على جابريال وخلع وسبه وسط الزومبي. فبيدخل بسرعة يستخبى جوا عربية. بيتفاجئ بليجين يستخب جواها. قال له اهلا اهلا. ازاي قابو قارعة? عامل يا وات. فبيبلع ريقه. لانه عارف اللي هيحصل فيه. والزومبي كان حوط العربية بتاعتهم من كل اتجاه. يعني هيطولوا شوية مع بعض. في الناحية التانية ريك قال لهم لجين عنده اربع كتائب تحت سيطرته. وفي كتيبة فيهم مليانة اسلحة. بس ما عنديش علم ان هي كتيبة. وبالتالي لازم نقتل الكتائب دي الاول. وبعدين استفرت بليجين. فبيقسم رجالته اربع مجموعات عشان يهجموا على الاربع كتائب. بتتحرك المجموعة القلب في اتجاه اول كتيبة. وبيدخلوا بالاسلحة يصفوا كل اللي فيها. واللي بيلمحوا بيمرجحوه. ودينس كان عايز يسيب شوية رهائن يمكن يتوبه ويتغيره. المهم سيطروا على الكتيبة الاولى. وكان قائد الكتيبة اسمه. وبعد كده كتفوا الناس دول. وخدوهم لمدينة هيلتوب عشان يسجنهم هناك. ويسوموا بهم لجين. بننتقل للكتيبة التانية. اللي بيقتحمها ايرون ورجالته من الوجهة. وريك ورجالته من الخلف عشان يعملوا عليها كماشا. وبعد اول طلقة قامت مجزرة بينهم لكن مجموعة ايرون خلصت على نص الكتيبة الامامي. في الوقت ده ريك بيدخل مع الشباب من الباب الخلفي وكان هدفه الاساسي يلاقي الاسلحة اللي محتاجها. واسناء ما كان بيبحث في المكان طلع عليه واحد بالسلاح والشخص ده مورس اللي كان مع ريك في المسم الاول. بس سابه ومشي مع عائلته. المهم ما قاله اللي فات مات. انا مش موجودة هنا. في اللحزة دي وصل داني وخلص عليه. مع ان ريك ما كانش عايز يقتله. المهم اتفقوا انهم يخلعوا من المكان قبل ما كوات الدعم توصل. ولسه ما خلصوش الجملة كوات الدعم فاجئتهم وصلت للمكان. وفضلوا اضربوا على ريك وداني وكان عددهم كبير. والجامعة دول مزنوقين زن او رحشة. لكن ايرون والشباب بيوصلوا وبياخدوهم وبيمشوا. وقبل ما ريك يمشي بيلاقي طفلة صغيرة. فبتدخل قلبه وبياخدها معه هو ماشي. وبيقرر انه يتبناها. وقبل ما يمشي بيلاقوا شخص من رجالة لجن. فسألوا ريك عن مكان الاسلحة. قالوا الاسلحة انتقلت لكاتبة جافينز. والكاتبة دي ايزيكل وكارل بيهجموا عليها في اللحزة دي. وكان معهم كل جنود المملكة. فبيطلع عليهم رجالة الكتيبة. وبيخلصوا عليهم في لمح البصر. وقتها ايزيكل فهم ان كل الكتيبة ماتت. وبص الكارل بطرف عينه وقال لها ايه رأيك. اخوك مدرعة طلقة منه بتقتل اربعة. بعد كده بيكملوا طريقهم في اتجاه الكتيبة. وكارل ثابتهم ودخلت من الباب الخلفي. واسناء ما ايزيكل ومجموعته ماشيين. رجالة لجن فاجئوهم. وضرب عليهم بالاسلحة من اخر دور في المبنى. وكانوا بيستضوهم زي العصفير. والجنود حاولوا يحموا الملك باي شكل. وفعلا كلهم ماتوا. معادة الملك الوحيد اللي كان عايش. بعد شوية بيقوم يمشي على رجله واحدة لان رجله اتكسرت. وكان حزين جدا على موت جنوده. وبعد شوية بيلاقي الجنود بدأوا يتحولوا زومبي ويهجموا عليه. ولان رجله مكسورة ما كانش قادر يهرب منهم. ومن حصن الحظ بيلاقي واحد من الجنود حي فخد الملك وحاول يبعد بها عن المكان. لكن بيطلع واحد من الكتيبة وبيقتل الجندي. وخد الملك رهينة. واتجه بيه لمقر لجن. بس المشكلة ان الزومبي حاوتهم من كل اتجاه. وازكل كان ماشي بيعرج. والودة تخنق منه. فكرر انه يقتله ويتخلص منه. ولسه هيقتله. بيوصل جيري مساعد الملك. وبيقتل الودة. وبيحاول يفتح القفل الحديد قبل ما الزومبي اكلهم. لكن الموضوع صعب عليه. في الوقت ده بنشوف اتنين من رجالة الكتيبة بينقلوا الاسلحة لمقر لجن عشان ينقذوا من الزومبي. كرروا لما سابتهمش وحاول التعطلهم. لكن الكترة تغلب الشجاعة. فبتشغل دماغها وبتفتح باب ورهم. فبيدخل عليهم الزومبي بكميات كبيرة. واول ما انشغلوا بيهم بتهرب من المكان. وبالصدفة قابلت الملك وجيري. فبتنقذهم من الزومبي. في الوقت ده ريك قابل اللي اتنين دول. وهما بينقلوا الاسلحة. فبيقرب ريك من العربية. وبينطوا جواها. وبيقتل السواق. وبالتالي العربية تقلبت وانفجرت بكل الاسلحة اللي فيها. بننتقل للملك اللي كان بيعاني بسبب رجله. والمشكلة ان الزومبي في كل مكان. وهو بطيء جدا. وبدأت اعداد الزومبي تزيد. وكارل وجيري مش قادرين يقوموا اكتر من كده. ازك اللي قال لهم انفيدوا انتوا بجلدكم. وان هعطل الزومبي. لكن بيوصل النمر شيفة. وبيحل المشكلة. بس الزومبي مش عاتق ولا بشر ولا حيوانات. وشمروا قديهم. وقسموا النمر ما نبات بينهم. وبدأوا ياكلوا فيه. فبيستغل الملك انشغلهم. وبيخلع هو والجماعة دول. بعد كده بيوصلوا للمملكة. وبين عليهم الاسى والحزن. بسبب موت الجنود. والملك ما نطقش ولا كلمة. ودخل بيته ووشه في الارض. بننتقل لجابريال اللي كان مستخب مع لجن في نفس العربية. وقتها لجن ما بطلش ترياء عليه. وقال له عايزك تقول لي نوع شامبو نضيف للشعر. جابريال قال له فاتيكا كريم للشعر. لو الشعر مقصف ماشي. قال له ماشي زي بعض. وفضلوا محبوسين ساعات متواصلة. والزومبي محوط العربية من كل اتجاه. فبتجي لهم فكرة وهي انهم يطلعوا احشاء الزومبي ويمسحوا بها جسمهم. وفعلا عملوا كده ومشيوا وسط الزومبي بسهولة ودخلوا المبنى بامان. لجن اول حاجة عملها قال لهم دخلوا ابو ارعى ده السجن. وقال لرجالته في اجتماع كمان خمس دقايق. جهزوا نفسكم. واسناء الاجتماع لجن كان شكك ان فيه خين بينهم. والخين ده خلى مجموعة تعمل كل ده بسهولة. لكن ما وصلش لاي معلومات. وطبعا كلنا فاهمين ان الخين ده دا وود. وبعد الاجتماع نده على يوجين وقال له هطلب منك طلب. مش عايز اشوف ولا زومبي موجود قدام المبنى. اتصرف وحل المشكلة دي. فسابه واتجه لزنزانة جابريال عشان يسلم عليه. بيتفاجئ بجابريال تعبان وقرعته بتجيب مية. وبنفهم انه تاعب بسبب احشاء الزومبي اللي حطها على جسمه. فبينقلوا له الدكتور الموجود في المكان. وبعد ما كشف عليه بيفهم ان احشاء الزومبي سببت له عدوى. ولازم ياخد مضادة حياة وفي اسرع وقت. بس المشكلة ان الزومبي محاوط المبنى ومش هيقدروا يطلعوا يجيبوا العلاج. في الناحية التانية دان اتفق مع ميشان انهم يروحوا المكر ليجن وياخدوا معهم شاحنة يكسروا بها باب المبنى عشان الزومبي يدخل جوه. وبالتالي يخلص على ليجن وكل اللي معاه. واول ما دخل بالشاحنة في الباب الزومبي اكتحم المكان. وكانوا بيأكلوا في اي حد يقابلهم وينهاشوا لحمه. والرجالة بيدربوا عليهم بالاسلحة بس الزخيرة هتخلص والزومبي اعداده بتزيد. ليجن استدعى يوجين وقال له مفيش غير حل واحد عشان نطلع من هنا. لازم تصنع زخيرة يدوية عشان تقتل الزومبي. قال له انا خدمك يا باشا بس محتاج المعدات اللازمة عشان نصنع الزخيرة. في الناحية التانية ريك وصل لمجموعة اللي خانوا المسم اللي فات. والغريب انه بيحاول يقنعهم تاني انهم يقفوا في صفه ضد قالت له انا مش موافقا نتحد مع بعض. احبسوه. وللاسف قلعته هدومه وحبسته عريان في زنزانة ضلمة. وعملت على الباب حرف ايه? وبعدين صورته بالشرط عشان تكتب حاجات معينة عنه. والحاجات دي هتفهمها المسم اللي جاي. بعد كده كانت عايزة انها تحوله زومبي وده السببب معين في دماغها. وثابت الزومبي يهجم عليه هو مربوط لكن على مين يا باشا? ضرب كل اللي واقفين ومسك الزومبي بالشكل ده. وقطع راسه. وهدت جيدس ان الزومبي هيعدها لو ما وفقتش تنضم ليه. وفعلا عمل اللي هو عايزه. وجيدس وفقت على كلامه. بعد كده لبس هدومه واخدهم وطلع على مكر ليجين. واول ما وصل اتفاجئ ان ليجين خلص على الزومبي بالاسلحة. وهرب من المبنى هو ورجالته. وقتها جيدس حست انها في ورطة. وان ليجين هينتقم منها. وده لانها وقفت مع ريك. فاتخلت عنه وخدت مجموعتها وثابت ريك لوحده. وريك المسكين بيلاقي نفسه لوحده ومفيش حد يساعده. والحصن الحظ كارل كانت حاسة انه ممكن يجي المكان ليجين. وكانت جايبة عربية ومستنيان. واول ما شافته مزنوق خدته وخلعت من المكان. وكان متأكد ان ليجين اول حاجة هيعملها هيبعت رجالة يخلصوا على مدينة الكزندرية. بننتقل لكارل اللي قابل واحد في الغابة اسمه صديق. ولما اتكلم معك اكتشف انه دكتور وشكله طيب وغلبان. وتكونت بينهم صداقة وكانوا بيقتلوا الزومبي سوا. بس المشكلة ان اتنين زومبي هاجموا على كارل. وللاسف واحد عضه في بطنه. بس محبش يقول لصديق عشان ما يخافش منه. بعد كده خده وصل لالكزندرية وقال له هتعيش في البلعة دي لان بابا مش هيوافق على تدخل حد غريب المدينة. وخصوصا في الوقت ده بسبب حربه مع لجن. المهم لما رجع المدينة بدأ يكتب رسائل لكل الناس اللي بيحبها. بابا وميشان واخته الصغيرة حتى لجن كتاب له رسالة. لانه بيحب لجن. وكان بيعمل كده لانه هيتحاول زومبي في اي لحظة. وبيحاول يسيب لهم ذكريات. وبالليل لجن وصل لمدينة الكزندرية. وبدأ يخبط على الباب. وشكله كده جاي ينتيم اشد انتقام. بسرعة كارل طلب من الناس يهربوا من الباب الخلفي وياخدوا الشاحنات ويطروا من هنا. وقال لهم ما تقلقوش انا هشغل لجن على ما تمشوا. وطلع على الصور. وقال له جاي هنا ليه? هو انت مش بتفكر غير انك تقتل وتفتر على الناس الغلبة. لو في حد لازم يموت عشان تعيشوا بسلام فانا مستعدة موت. وقتها لجن زعل وتأثر بكلامه. بس كل ده تحول لما سمع سكان المدينة. وهما بيهربوا بالشاحنات من الباب الخلفي. وقال له بتغفلني يا له. وبعت رجالته عشان يلحقوا الشاحنات ويقتلوا سكان المدينة. وبدأ يسلي نفسه ويفجر المدينة بالقنابل اللي معاه. وكارل يعاني بيحاول يهرب وكان بيتحرك بصعوبة بسبب العضل في بطنه. وفي الاخر نزل البلاعة واستخب مع صديق. في الوقت ده كانوا سكان المدينة استخبوا في الغابة على ما رجالة يمشوا. وفجأة داني واللي معاه فتحوا النار على رجالة لجن. وداود اللاي باركله طلع سلاحه. وقتل كل رجالة لجن. لكن بتشوفوا مساعدة اللي اسمها لورة. وضربته طلقه. وهربت من المكان. بعد كده بيوصل داني وبيشوفه. فبياخدوا معاه عشان يعالجه. وبيوصلوا للبلعة لجنب المدينة. وبيستخبوا فيها مع الشباب دول. لكن مشان ما نزلتش عشان حسى ان ريك هيجي في اي لحظة. وبالتالي لازم تستنى عشان تعرفوا انهم مستخبين هنا. وفعلا ما فيش نص ساعة. ريك وصل المدينة. ودخل البيت يدور على ابنه قارل. اتفاجئ بليجن في رشه. ونزله في بعض تلطيش. لكن ريك هرب منه قبل ما رجالته تيجي. مشان شافته. وقالت له تعالى احنا مستخبين هنا في البلاحة. واول ما دخلوا بيلقوا كل الموجودين. الدموع هتنزل من عينيهم. وده بسبب ان قارل مرمى على السرير. وبيطلع انفاسه الاخيرة. بسبب عدة الزومبي. وهنا ريك بدأ يحس بالزم. لانه اهمله هو واخته. وانشغل بحر بليجن. وبعد ما ليجن ورجالته مشوا من اليكزندرية. ريك قال لهم لازم تروحوا كلكم المدينة هيلتوب. وانا ومشان هنفضل مع كارل. وهنيجي وراكم. فبيوضعوا بعضهم. وجود سيعيني بتودع اخوها للمرة الاخيرة. بعد كده ريك ومشان طلعوا كارل من البلاعة. عشان ياخد نفسه. وبتكون المدينة بالكامل بتولع قدامهم. بس بيلقوا الكنيسة مطفية. فبيدخلوا كارل جواها وبين عليه بيموت خلاص. فبيقول لبابا لازم تشوف حل در انك تقتل لجن. ممكن تتصلحوا مع بعض وتعيشوا في سلام افضل من الحرب والدم. فبيرد عليه بابا وهو بيعيط وبيقول لو عيدك انها هعمل كده. وبيحضنوا يعين الحضن الاخير لانه مش هيشوفه تاني. فطلع مسدسه وقال لهم اطلعوا وانا ها قتل نفس قبل ما اتحول. وفعلا دل حصل. وتاني يوم دفنوه. وخدوا بعضهم. واتجهوا لمدينة هيلتوب. بننتقل للمملكة. وبنشوف جافينز مساعد لجن اقتحم المملكة مع رجالته. واول ما ازك اللقى المملكة محاصرة. قرر يفجر البنزين الموجود في المدينة عشان يشتت انتباههم. وفعلا جافينز ورجالته اتجهوا للنار. فاستغل الموقف وطلع كل سكان المملكة. بعد كده قفل الباب الافلى على نفسه مع جافينز ورجالته. لكن كارل ما ثابتوش لوحده ودخلت تنقذه. والمفاجأ انهم بيلقوا مورجان جاي يساعد هو كمان. فاتحدوا مع بعض. وبدأوا يقتلوا الجنود واحد وراء تاني. وكانوا بيقتلهم بمنتهى القوة لحد ما خلصوا عليهم. واتبقى جافينز الوحد. فحبوا انهم يخضره هنا بدل ما يقتلوه. وفجأة حد بيضربوا من وراء وبيقتلوا. وبنكتشف انه طفل اسمه هنري. وبكده المملكة اصبحت امان زي الاول. والسكان ممكن يرجاعوا عادي. وايزك الوكارل ومورجان اتفقوا انهم يساعدوا ريك. بنشوف لجن بعد كل المصايب اللي عملها مش يتهد ويسكت بقى بالعكس. طلب من سايمون يربي مجموعة فولكانو بعد خيانتهم ليه. وقال له قتل منهم شخص واحد بس عشان يخافه. وبنفهم ان سايمون اصلا بيكره لجن ونفسه ياخد مكانه. المهم سايمون وصل لمجموعة فولكانو بس كان مستفز جدا. بيقتل فيهم واحد وراء الثاني بدون سبب. وهي ما جيدس اتعصبت وضربته بوكس عوجت مناخيره. فبيحس بالاهنة وطلب من رجالته يقتله كل الموجودين بدون رحمة. وفي وسط المجزرة جيدس شغلت دماغها وعملت كأنها ميتة. وفعلا سايمون بعد ما خلص ما شافهاش وخد رجالته ومشي. بعد شوية ريك ومشان وصله اتفاجئ ان المكان كله زومبي. وبيقابله جيدس وبتكون قاعدة حزينة على مجموعتها. فحكت لريك اللي حصل قال لها انت السبب. انت اللي بتخوني اي اتفاق تعمليه مع اي حد. فطلبت انها تعيش معاه. قال لها لأ مش موافق. وسابها واحدة وسط الزومبي. تسكت ماسكتتش. شغلت المفرمة. وفرمت كل الزومبي الموجود. وكانت ناوية تنتقم من لجن اشد انتقام. بالناحية التانية داني وسكان الكزندرية وصلوا الهيلتوب بالسلامة. بس داود سابهم ورجع لمقر ليجن تاني. لانه الورقة اللي شافته لسه ما وصلتش المقر ليجن. وبالتالي اكيد ما عندوش علم. بعد شوية بيوصل ريك ومشان بالسلامة الهيلتوب. وقبل ما ياخد نفسه. قال لي داني يلا بينا. مفيش وقت. وخد داني وبعده عن هيلتوب مسافة طويلة. عشان يرقبوا الطريق تحسبا لو ليجن وصل ولا حاجة. وفعلا ليجن بيكون جهز جيش عشان ينسف مدينة هيلتوب. بس كان نوع يتبع اسلوب جديد في القتل. عن طريق انه يمسح الاسلحة والاسهم بدم الزومبي. عشان الضربة اللي اتعور ما تموتش. تموت بعدين وتحولهم لزومبي كمان. وبعدين خد رجالته واتجه للمدينة. واسناء ما ريك بيرقب المكان شاف عربية ليجن وخبطها وقلبها. فنزل ليجن ودخل بيت مهجور. وريك ما اتفاجئ انه اختفى تماما. فص ملح وداب. تخيله اختفى فين. بنتفاجئ ان جيدس خطفته. اما سايمن وداود ما فكروش انهم ينقذوه لانهم بيكرهوه. وكملوا طريقهم في اتجاه هيلتوب عشان يخلصوا عليها. وبالليل وصلوا المدينة. ماجي هددتهم بانهم هيقتلوا الناس اللي اخدوهم من الكتيبة لو ما مشيوش من هنا. سايمن قال لها اقتليهم يا اختي. مش محتاجهم اصلا. في الوقت ده داني بيوصل. وبيفتح عليهم النار. وبدأت المدعكة. ورجالة سايمن كانوا بيدربوا على المدينة اسهم فيها دم زومبي. والناس كانوا بيتصابوا. بس مش بيموت. وريك رجع هو كمان. وبدأ يضرب فيهم من ورا. سايمن لقى نفسه محاصر من كل اتجاه. فانسحب وخلع من المكان. والمشكلة ان المصابين مش عارفين انهم هيتحولوا زومبي. وفاهمين انها مجرد اصابة عادية. لكن في نص الليل كل المصابين يتحولوا زومبي. وما حدش حاسس بيهم. وبدأوا يعدوا الناس السليمة. والمكان بالكامل اصبح فوضى. وريك ورجالته فضلوا يكاوموا مدة طويلة لحد ما قتلوا جميع الزومبي. وفهموا ان كان مسح الاسهم بدم الزومبي. واسناء الفوضى دي الرهائن بتوع الكتيبة جزء منهم هرب. لكن الجزء التاني فضل موجود مع واتفقوا انهم هيحموا المكان من الزومبي. عشان يثبتوا انهم عايزين يتغيروا للاحسن. بننتقل لجيدس اللي كتفت وكانت عايزة تحوله زومبي. وده النفس السبب اللي كانت عايزة تحول فيه ركي الزومبي. ومسكته شعلة عشان تجذب الزومبي ناحيته. وفجأة بتعدي هيلوكوبتر من فوقها فبتحاول تاخد الشعل عشان تلفت انتباهي الطيارة لكنه حدفها في المية. وقال لها على فكرة انا ما قلتش لسايمن يقتلكم. هو اللي عمل كده من دماغه. وانا الوحيد اللي هجيبلك حقك منه صدقيني. وفعلا اقتنعت بكلامه. وثابته يمشي. فخد بعضه واتجه للمقر بتاعه. توقعه كده قبل من في الطريق. قبل لورة اللي شافت داود وهو بيقتل رجالته. وقالت له على فكرة. داود هو الخاين اللي سلمك للريك. وبعد ما وصل للمقر ما فتحش بقه باي كلمة. وفضل يتكلم مع داود والدنيا جميلة لكن ما فيش حاجة. وفهم منه ان سايمن هو اللي منعهم يساعدوه. اسناء ما ريك خبطوا بالعربية. قال له حلوة او الكلام ده. ما تقولش الحد بقى. بعد كده عمل اجتماع وقال لهم على خطة مزيفة عشان يقتلوا بها سكان وهي انهم يحوطوا المدينة ويقتلوا اي حد يخرج منها. لكن هو عامل خطة تانية في دماغه ما قالش الحد عليها. وبعد الاجتماع سايمن قال لي داود قابلني بعد شوية برا المقر عايزك في موضوع. واعمل حسابك لازم نلاقي حل ونقتل لجن. وفعلا بعد شوية اتقابله واسناء ما كانوا بيتكلموا لجن طبع عليهم وقتل كل رجالة سايمن. بعد كده قال لي سايمن هنتعرك مع بعض رجل للرجل واللي هيقتل التاني هو اللي هيحكم. وفعلا نزله تلطيش في بعض لكن لجن كان اقوى منه. وبكده استحق ان هو اللي يحكم. في الوقت ده داود بعض الخطة المزيفة لريك ورجالته وده اللي عايزه. بعد الكلام ده حبسه. وقال له انا قصد اديك خطة مزيفة يهبل عشان عارف انك هتوصلها. بين انتهي اللي يوجين اللي كان حاسس بالزنب لانه خان ريك وورف في صف لجن. وقتها كرر يصلح اللي عمله. ويحط خطة يصلح بها ريك. وهتعرف الخطة كويس بعد شوية. المهم تاني يوم سلم لجن الزخيرة اللي طلبها منه. فقال لرجالته النهاردة لازم نتخلص من ريك واللي معاه. ومش هنرجع غير بجسيته. في الناحية التانية ريك خد الشباب وطلع يخلصوا على رجالة اللي محوطين المدينة. وفعلا قابلوا مجموعة من رجالته وقتلوهم. بس مش عارفين انهم مجرد طعم عشان يسحبهم. المهم بيكملوا ماشي لحد ما وصلوا للمكان اللي عايزهم يوصلوا فيه. وبكده وقعوا في الفخ وطلع عليهم ورجالته من كل مكان. فحكى لهم كل حاجة حصلت وانه ضحك عليهم وجاب هم هنا. وقال لهم المرة دي ما فيش مكان تهربوا فيه. واول ما رجالته ضربوا عليهم. الطلقات ردت فيهم وقتلتهم. وده لان يوجين صنع طلقات بترتد الورا مش لقدام. وطبعا ريك استغل الفرضى واستفرت بليجين لوحده. ونزل ضرب فيه. وطلع عليه كل الاديم والجديد. وفي الاخر خبطوا بسكينة. بس ليجين قبل ما يموت قال له ابنك لو عايش كان هيبقى زعلان على اللي انت عملته ده. واول ما ريك فتكر كلام ابنه. قرر ينقذ ليجين من الموت. وماجي كانت بتعيط وعايزة ليجين يموت لانه قتل جزهة قدام عينيها. بس ريك صمم انه يعالجه. وقال لهم كلموا الدكتور يجي ينقذه. وقال اللي اللي وقفين لازم كلنا نكون ايد واحدة. ما ينفعش نبقى عايشين وسط الزومبي. ونفضل نقتل بعضنا. الصح اننا نتحد عشان نعيش في سلام. واللي مش عاجبه كلامي يشوف مكان تاني يعيش فيه. بعد كده داود سابهم وراح يبحث عن مراته شيري اللي هربت منه. المهم عاشوا في اليكزندرية من جديد. وريك بعت مورجن لجيدس. وطلب منها تيجي تعيش معاهم زي ما كانت عايزة. وطبعا وفقت على طول. بس مورجن قال لها انا هعيش هنا شوية. عشان عايز افصل دماغي عن العالم الخارجي. في الناحية التانية ريك ومشان اطمنه على ليجن. ريك قال له انهم هيبنوا حياة جديدة مفيش دم فيها. وبيخلص المسم على المشهد ده. تفتكروا ليجن هيتغير فعلا? ولا مستنى اللحزة المناسبة عشان ينتقم? المسم الجاي فيه مفاجآت كتير. اهم حاجة ما تنسوش تدعو لاخواتنا في فلسطين والسودان.